اهلا بكم الى نشرة الاخبار من الميادين مستهلة بابرز العنوين الرئيس التونسي يرفض التعديلات الوزارية التي اجرها رئيس الحكومة ونداء تونس تعد خطوة الشاهد انقلابا على الرئاسة طهران تؤكد ان العقوبات الامريكية تسادف الشعب الايراني ومعظم دول العالم ترفضها وارنقرة تعلن عدم الالتزام بها والميادين ترصد اثار العقوبات الامريكية على الاسواق في طهران استقرار في العملة وثبات في الاسعار وحركة الشارع هادئة المقداد للميادين يجب البدء بعودة سكان مخيم اليارموك الى منازلهم بعدما هجرهم الارهابيون منها استطلاعات الرأي في الانتخابات النصفية الامريكية تظهر تقدم الديمقراطيين في مجلس النواب والجمهوريين في مجلس الشيوخ اهلا بكم ونبدأ النشرة من تونس حيث رفض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التعديلات الوزارية التي اجرىها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مرأة حركة نداء تونس ان التعديل الوزاري هو انقلاب على رئيس الجمهورية ولسيما انه لم يستشر بشأنها مصدر في رئاسة الحكومة اوضح ان الشاهد توجه الى مجلس نواب الشعب بطلب منح الثقة للوزراء الجدد النائب في حركة النهضة عبداللطيف المكي دع جميع الاطراف السياسيين في تونس الى العودة الى الرشد وفي تصريح لوسائل اعلام تونسية رأى المكي ان اتهام حركة نداء تونس حكومة يوسف الشاهد بتركيبتها الجديدة بانها حكومة نهضوية هو اتهام باطل وممارسة لسياسة ذات وجهين اما القيادي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي قال للميادين ان حركة نداء تونس باتت عبءا على الحالة السياسية في البلاد وفي تصريح لنشرات الميادين اشار الجلاصي الى ان اعضاء حركة نداء تونس يريدون اعادة البلاد الى منطق التجاثبات الآن بدأت التموقعات الانتخابية الاخوة في نداء تونس بعد اربع سنوات من التشارك يريدون ان يتفاصوا من حصيلة الحكم ويريدون ان يتفاصوا من مسئولية حكمهم ويريدون ان يتموقعوا وان يعيدوا البلاد الى منطق التجاثبات الذي ساد في سنة 2014 من حقهم ان يختاروا ما يشاءون لكن نريد تنبيههم ان الهروب الى الامام وان اتهام الاخرين بقصورهم هذا غير مفيد لا لتونس ولا لهم هؤلاء لم يتحملوا مسئوليتهم في سنوات الاربع الماضية حيث كانوا عبءا واقولها عبءا على الحالة السياسية في البلد وعوضا ان يقدموا اطرحات ومقترحات للبلد كانت البلد تعاني من مشكلات نداء تونس والآن تنضبئنا من تونس عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس سيد فاطمة المستدي اهلا بك بك سيدة فاطمة وفي الواقع هذا الجدل بين النهضة قبل ان اتحدث عن خطوة يوسف الشاهد لانكم اصدرتم الكثير من التصريحات والرفض لهذه الخطوة ولكن لان قبل ان تكون معنا استمعنا الى تصريحين لقياديين في النهضة هل بدأت المعركة الحقيقية الان بينكم وبين حركة النهضة في الحقيقة المعركة لم تنتهي بيننا وبين حركة النهضة كنا احنا في يوم من الايام نحاول ان نعتبر حركة النهضة حركة مدنية وتلتزم بقانون الاحزاب والجمعيات وقلنا انها تريد ان تكون في الحكم مع بقية الاحزاب الوطنية وندع فرصة للتوافقات السياسية لكي ننهض بتونس لكن في الحقيقة هذا مش صحيح ليس صحيحا لانه في حركة النهضة اثبتت انها جزء من الازمة السياسية في تونس حيث اختارت التوافق مع اشخاص معينين وليس مع احزاب التي كانت الشرعية الانتخابية التي وصلتهم الى الحكم فكان نيدي تونس بعد ان كان هو الحزب الفائز في انتخابات 2014 اصبح لا يحكم واصبحت حركة النهضة هي التي تحكم في المشهد وهذا لا يمثل نتيجة انتخابات 2014 نحن نقول في حركة نيدي تونس ان بعد العديد والعديد من الاحداث وخاصة بعد ان قامت لجنة الدفاع عن الشهدين شكري بالعيد ومحمد الابراهمي بكشف عن وثيق تورط حركة النهضة في جهاز التنظيم السري التابع للحركة الذي قام بتنظيم الاختيالات السياسية قامت حركة النهضة بحث على التحوير الوزاري الذي يخدمها وهذا التحوير اعتبره غطاء سياسي لحركة النهضة لكي لا تحاسب ولا كي لا تكشف حقيقتها امام الشعب التونسي ولكي تتخفى وتجعل رئيس الحكومة رهينة عندها وهذا ما لمسناه في هذا التحوير الوزاري حيث نرى ان كل من يعارض حركة النهضة في الحكومة تم ازالته وتعويضه باشخاص قد قدموا البيعة لحركة النهضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة نحن نرى في حركة نيدي تونس ان الحقيقة يجب ان تظهر للشعب وان لا داعي لكون حركة النهضة تقوم بمحاولات اخفاء الحقيقة ومحاولات التغول على حساب القضاء وعلى حساب الاطراف السياسية نحن نرى ان رئيس الحكومة قد قام بعمل مهين اذا رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب خاصة ان رئيس الحكومة ليس منتخبا من الشعب رئيس الجمهورية منتخب من الشعب حتى في الاخلاقية السياسية لا يمكن لرئيس حكومة ان يحتقر اصوات الشعب التي تمنحه لرئيس الجمهورية او لنواب الشعب سيدة فاطمة عفوا عندما تقولين ان هناك نقطتين اريد ان اعرف رأيك بهما اولا عندما تقولين ان المسألة في التعديل الوزاري دفع حركة النهضة نحو هذا التعديل هو كشف طورتها في مقتل الشهدين براهمي وبالعيد الا يعتبر هذا ايضا نوع من القاء اللوم على الحركة على اعتبار ان نداء تونس انقسم كثيرا على نفسه وربما الخلاف مع يوسف الشاهد والخلافات داخل الحزب هي التي اضعفت حركة النداء وسمحت للنهضة بان كما تقولين تتغول بحسب تعبيرك اولا الخلافات في حركة نداء تونس موجودة منذ 2015 لكن النهضة كانت تدعم الحزب الفائز في الانتخابات وهو حزب نداء تونس وعندما كانت تتوفق مع الحزب الآن اخترت النهضة ان تغير منهجية العمل وان تختار الاشخاص الذين سيغطونها سياسيا ولا تختار الاحزاب السياسية التي انتخبها الشعب هي التي كانت سببا في توتر العلاقات ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكانت سببا ايضا في خلق ازمة داخل نداء تونس حتى بتدخلات في الخط السياسي وغيرها نحن قلنا اننا نتحمل مسئولية في تسيير حركة نداء تونس نتحمل مسئولية في الازمة التي داخل نداء تونس لكن هذا لا يعني ان تنعكس ازمة في داخل حزب على مسير تونس كامل خاصة واحنا طالبنا بكشف الحقيقة بعد الملف الاغتيال الذي ظهر على السطح نحن نريد الحقيقة فمراعنا الا صمت من الحكومة وتحوير وزاري يصاحب هذا الصمت لفائدة حركة النهضة هذا يعبر عن شيئين يأما ان رئيس الحكومة هو مرتهن عند حركة النهضة او انه يعمل لصالحها وبالنسبة للازمة اذا كان صيد رئيس الحكومة يعتبر ان التحوير الوزاري هذا جاء لكي تخرج تونس من الازمة السياسية الحالية فنقول له لقد فشلت فلقد خلقت ازمة اكبر من الازمة التي كانت عليها واصبحت رأسي السلطة التنفيذية في ازمة حقيقية قد تعصف ببلاد تونسية ومصالح الشعب التونسي لذا فان هدف التحوير الوزاري هذا هو فاشل اذا كان ليعتبره لخروج من الازمة ونعطيك مثال لو كان تحوير الوزاري هذا جاء استجابة لازمة مثلا في مشاكل الشعب فلماذا لم يتم اعفاء وزير التجارة الذي كان سببا لازمة الحليب في تونس وتم اعفاء بعض الوزراء الذين لم ترضى عليهم حركة النهضة وهم كانوا كفاءات وقدرين على النجاح سيد الجلاصي قال في نشرة سابقة على الميدين ان حركة نداء تونس اصبحت عبءا على الحالة السياسية في البلاد هل تعتبرون انكم امام عملية ربما اغتيال سياسي لحزبكم لحركتكم انا اعتبر ان حركة النهضة هي عبءا على تونس وليس على الحالة السياسية في تونس هي عبءا على تونس لانها استطاعت بالتنظيم السري الذي اكتشفناه والذي وراء الاختيالات ووراء اختراق امن الدولة ووراء تصفير الشباب الى بؤر التوتر والعديد من الجرائم والتي اخترقت الدولة بجميع مفاصلها اصبحت مشكلة تونس سيدة فاطمة كنتم تعلمون ذلك قبل ان تتحالف النداء مع النهضة بعد الانتخابات الاخيرة كنتم تعلمون ذلك اليس كذلك يعني لماذا تحالفتم معها وكان هناك اعتراض من قسم كبير من حركة نداء تونس على هذا التحالف مع النهضة لا احنا لم نكن نعرف من الاطراف التي تقوم بتصفير الشباب بل فتحنا لجنة تحقيق لكشف الحقيقة لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحقيقة من كان وراء تصفير الشباب لبؤر التوتر ولم نكن نعرف من وراء الاختيالات لكن الحقيقة ظهرت كانت الاتهامات واضحة وتوجه الى الحركة حركة النهضة لو كان جينا لو كان كنا نعتبر ان الاتهامات هذية هي معناها واضحة وصريحة على ما تحالفنا معها لكننا نعتبر احنا قلنا المتهم بريء الى ان تثبت ادانته والان قد ثبتت الادانة فنحن لا لسنا مستعدين ان نتحالف مع حزب تورط في الاختيالات ونحن كنا نريد ان نجعل الثيقة نتمنى الثيقة في كل الحلفاء لكن عندما اكتشفنا ان هذه مغالطة كبرى وان الحقيقة هي غير ذلك وانهم وراء الاختيالات وراء التسفير وكل نحن لسنا مستعدين مع التوافق مع حزب غير مدني وحزب وراء الاختيالات هناك من يقول ان هذا الاتهام السياسي لان حركة النهضة تدعم يوسف الشاهد وبتحدث كل هذا الشرخ ربما في الحكومة الحقيقة هو ليس الاتهام السياسي هو قبل التحوير الوزاري وليس بعد التحوير الوزاري لقد منذ ظهرت الحقائق التي قدمتها لجنة الدفاع عن الشاهدين ونحن قررنا في حركة نيدي تونس انهاء اي علاقة مع حزب يعتمد الارهاب ولا يعتمد الاسلوب المدني في الدعام ولا يتمتعه ماذا بعد هذه الخطوة تعتبرون انها انقلاب تعديلات وزارية غير مقبولة من قبل رئيس الجمهورية كيف ستواجه حركة النهضة وبالتالي رئيس الجمهورية يعني اذا كان يمكن ان نسألك عن ذلك هذه الخطوة التي اتخذها رئيس الحكومة اعتبر ان رئيس الحكومة قام بالتحدي صارخ لكل الاخليقيات السياسية والاخليقيات حتى الاجتماعية نحن لا نعرف اذا كان رئيس الحكومة ما زال ينتمي لحركة نداء تونس ام لا وهو اليوم في حالة في حالة غموض نحن نطلب من رئيس الحكومة ان يقول لنا اذا كان هو في حركة نداء تونس لماذا لم يتم استشارة حركة نداء تونس في التحوير الوزاري وخاصة ان حركة نداء تونس هي الفائز في الانتخابات واذا كان هو ليس من حركة نداء تونس فليعبر عن ذلك لانه ممثل حركة نداء تونس لما اخترنا الحكومة هذه ولا واجب ولا معنى ان يكون رئيس الحكومة في معناها يعمل بسرية لصالح احزاب او اطراف معينين دون ان يكون واضح فلذلك نطلب من رئيس الحكومة توضيح موقفه ونحن في الاطار نحن في اجتماعات متواصلة لتحديد الخطوات القادمة حول المسألة هذية وحول هل ممكانية انسحاب وزراء حركة نداء تونس اذا كان لم ينسحبوا سيعتبرون مترودين من الحركة ونحن الآن في المعارضة رغم اللي احنا انتخبنا الشعب كحزب حكم سيدة فاطمة هل تعتقدين ان هذه التعديلات ستحضر بالثقة في مجلس نوام انا اعتقد ان بعض الاحزاب قامت بالبيعة لحركة النهضة وهي مستعدة للدخول في الحكم المفيد الحكم ولا يهمها اذا كانت هالحكومة هذية ستخدم الشعب او لصالح تونس او غيرها فنحن نعتقد انه من الممكن ان تكون الحكومة هذية تأخذ اصوات منتع الاحزاب التي دعمتها وخاصة الحزب لمشروع تونس الذين صدمنا بتحالفه مع حركة النهضة واذا كان تنجم في المقدور ان تأخذ الاسوات ممكن لكن نحن كحركة نداء تونس سيكون لنا خطوات سنرد الفعل سياسيا تجاه هذا الامر المهين لشعب تونس شكرا شكرا لك سيدة فاطمة المسادي عضو مجلس نو بالشعب عن حركة نداء تونس كنت معنا من العاصمة التونسية قال وزير الخارجية الإيراني محمد جود ظريف أن العقوبات الأمريكية تسادف بدرجة الأولى الشعب الإيراني وأضاف في تسجيل المصور مخاطبا الرأي العام العالمي أن حكومة ترامب ستضطر إلى تغيير سياساتها تجاه إيران وأنه ليس هناك دولة أخرى مستعدة لالتزام هذه العقوبات ورأى أن تصريحات وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين عكست عزلة وغضب واشنطن من الإجماع العالمي الحاصل ضد الأحادية الأمريكية يمكن رصد واختزال التفاعل الدولي مع العقوبات الأمريكية المفروضة على تهران برباعية جامعة إيران تتحدى أمريكا تصر غالبية دول العالم تعترض وإسرائيل والسعودية تؤيدان الرئيس الإيراني حسن روحاني وفي لهجة إصرار أكد استمرار بلاده في بيع النفط وأنها ستلتف بفخر على العقوبات غير المشروعة والظالمة بينما وفي الطرف المقابل يصر الأمريكيون على هذا المسار من العقوبات ويقول المستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتن إن الآتية أعظم قبل أن يشير في مقابلة مع شبكة فوكس اليوز إلى أن هناك دولا تحتاج إلى وقت لتقلل من وارداتها من النفط الإيراني أعتقد أننا قلنا لفترة طويلة أن الصفر يعني الصفر لكن هناك دول تمكنت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية من شراء النفط من إيران تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الصفر هذه ليست تنازلات دائمة بأي حال من الأحوال سنفعل كل ما في وسعنا للضغط على إيران بقوة فإما أن تغير سلوكها بشكل كبير أو تواجه كارثة اقتصادية وبين تهران وواشنطن يرفض العالم بغالبيته العقوبة الأمريكية ويستهجن هذا المسار ثماني دول أعفيت من هذه العقوبات هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لمدة ستة أشهر وهي من كبار زبائن إيران العضوي في منظمة أوبيك بدوره أعلنها الرئيس التركي بوضوح نحن لن نخضع لدولة تريد تدمير التوازن العالمي لن نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران لأنها خاطئة هذه العقوبات تهدف للإخلال بالتوازن في العالم ولا نريد العيش في عالم أمريلي تستفز أمريكا الجميع بعقلية الآمري والتابع وبين هذا وذاك يبقى الأكيد أن تهران لطالما أجادت التعامل مع الضغوط الدولية والعقوبات عندما كانت تحظ بتأييد دولي واسع لذا فقد يبدو الآن التعامل مع العقوبات أسهل في ظل الرفض الدولي الغالب حاليا وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف اعتبر أن العقوبات الأمريكية ضد إيران غير شرعية على الإطلاق وتنتهك قرارات مجلس الأمن مؤكدا أن الضغط على نظام سوفت هو أمر غير مقبول وخلال مؤتمر صحفي مع نظير الإسباني رأى أن ذلك سيسبب خيبة أمل عميقة وأن أتباع سياسة تستند إلى الإنذارات والمطالب الأحدية في هذا الزمن أمر غير مقبول الاتحاد الأوروبي رأى أنه لا ضرورة لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران لبل أنه سيبقى ملتزما بتطبيقها ألمانيا انتقدت من جهتها العقوبات الأمريكية وأكدت العمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار التجارة مع تهران نحن نعد هذه الخطوة خاطئة لقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا في الأسابيع والأشهر الماضية إننا في الاتحاد الأوروبي نتفق على هذا نحن مقتنعون تماما بأن الاتفاقية النووية الإيرانية التي توصلنا إليها تمنع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية لذلك نحن لا ننضم إلى الولايات المتحدة في هذا المسار وسنعمل على ضمان عدم انهيار الاتصاد الإيراني بالكامل لأنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسيعزز بنظرنا القوى الراديكالية من جهة أخرى عرب الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية نتان تك عن رغبة بلاده في إبرام اتفاقية جديدة مع إيران تشمل كل الملفات العالقة بين البلدين وفي حديث للميادين أكد أن من حق الدول الأوروبية البقاء في الاتفاق النووي وأن على طهران تغيير سياساتها نحن نرى أن الاتفاق النووي لم تختم مصالح الشعوب في المنطقة ومصالح الأمن والاستقرار العالميين في المنطقة فلذلك كان لابد من الانسحاب ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة يعني على المدى الطويل نحن طبعا نريد أن نبرم إتفاقية جديدة مع الحكومة الإيرانية إتفاقية تشمل كافة الملفات العلقة بين البلدين ولكن إذا سيتم ذلك لابد أن يكون هناك تغيير جذري للسياسة الإيرانية في الخارج النتيق الإقليمي باسم الخارجي الأمريكي أكد أيضا للميادين ألا تراجع أمريكيا بشأن العقوبات على إيران سنسعى إلى تقليص الصادرات الإيرانية للنفط إلى أقصى درجة ممكنة إلى الصفر نحو الصفر ونحن وفرنا هذه الإعفاءات أو استثناءات لثمانية الدول لأنها وافقت على تقليص الإيرادات أو استيراد النفط الإيراني بالشكل ملحوظ جدا واثنين من هذه الدول قالت إنها ستتوقف تماما عن استيراد النفط فنحن واثقون بأن الضغط الاقتصادي عن إيران فعلا ضغط حقيقي وقوي وإن هذا النظام لن يتمكن من التحايل على هذه العقوبات وفي تهران مر اليوم الأول للعقوبات الأمريكية من دون أن ترقي بضلالها على الأسواق المالية والتجارية فبدأ الشارع الإيراني طبيعيا وهدئا زميننا من الحمرية جال في بعض أسواق طهران وعاد بهذا التقرير هنا في وسط طهران تحديدا في شارع فردوسي الذي يعد مركزا لمحال الصيرفة جئنا لإلقاء نظرة على قيمة العملة الإيرانية مقابل العمولات الأجنبية بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ يبدو استقرار الأسواق المالية واضحا لم يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الإيرانية بل على عكس المتوقع تراجع ولو على نحو طفيف هنا تسير الأمور على طبيعتها لا ازدحام أمام محال الصرافة لشراء الدولار ولا خوف من تدني قيمة العملة المحلية على خلفية العقوبات الأمريكية أعتقد أنه بالآلية المعتملة حاليا من الحكومة فإن الأمور ستصبح أفضل وستحل المشاكل الاقتصادية من وسط طهران إلى جنوبها انتقلنا للاطلاع أكثر على حركة الأسواق التجارية هذا هو بازار طهران أو البازار الكبير كما يعرف هنا يعد قلب إيران الاقتصادي النابض وكان له دور مهم في الحياة السياسية في مراحل تاريخية متعددة تبدو حركة المواطنين فيه كالمعتاد ولا أثر للعقوبات الأمريكية على الأقل حتى الآن انتفض البازار احتجاجا على احتكار بريطانيا للتنباكي عام 1890 وادى دورا رئيسيا في الحركة الدستورية عام 1906 وكان دوره رياديا في دعم الثورة الإسلامية ضد نظام الشاه وتاريخه حافل في التصدي للاستعمارين لبريطاني والأمريكي لكنه اليوم مع الحكومة الإيرانية أمام تحدي جديد وهو التصدي للعقوبات الأمريكية فهل سينجح في ذلك؟ يرى بعض الخبراء أن الأمر ممكن إيران جربت سابقا العقوبات التي فرضها ترامب حاليا واستطاعت الالتفاف عليها وهذه العقوبات الآن محكوم عليها بالفشل لأنها أحدية ولأن شركاء أمريكا لا يرغبون في تطبيقها وهي عقوبات ليست مدروسة جيدا الفشل في تصفير النفط الإيراني بات أمرا محسوما وبالتالي الفشل في تحقيق العقوبات أهدافها محسوم أيضا برأي الإيرانيين أما الخيارات الأخرى فتؤكد إيران جاهزيتها للتصدي لها بكل حزم وقوة هكذا تعيد التذكير بين الحين والآخر بأنها ستكون بالمرصاد إذا تجاوزت الولايات المتحدة الخطوط الحمر من حمرية طهران الميادين أثناء وترحيب الإسرائيليين بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قبلهما تشكيك أبداه المحللون في جدوى هذه العقوبات ومدى تأثيرها في دفع إيران إلى تغيير سياساتها بشأن البرنامج النووي والتعامل مع قضايا المنطقة من الإسماعيل الترحيب الإسرائيلي الذي كان متوقعا برزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لم يحجب تساؤلات المحللين والمراقبين في إسرائيل عن جدوى هذه العقوبات في دفع إيران للانصياع لسياسات الولايات المتحدة ولسيما في ظل الدعم الأوروبي الذي تحظى به إيران العقوبات المفروضة على إيران انطلقت وهي تتضمن قيودا لا سابقة لها على الاتصاد الإيراني وتصدير النفط الإيراني والبنوك وغيرها هذه العقوبات هي أوسع من العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على إيران لكن أوباما كان لديه اتلاف دول أيدت هذه العقوبات وفرضتها بدقة مقابل ترامب الذي يقف تقريبا وحده في المعركة ضد إيران لذلك فإن مسألة تنفيذ وفرض هذه العقوبات توثير علامات استفهام حول مدى فعليات العقوبات الجديدة من الصعب معرفة مدى تأثير العقوبات في إيران صحيح أن هذه العقوبات قاسية جدا لكنها أقل فعالية من العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما لأن الأوروبيين هذه المرة سيحاولون بطرق مختلفة عدم التعاون ومنع سقوط الاتصاد الإيراني وفي ظل التشكيك الإسرائيلي في جدوى العقوبات الجديدة رأى خبراء أن تأثير هذه العقوبات لا يرقى إلى مستوى تهديد النظام في إيران من الصعب التنبؤ بتغيير النظام في إيران بتحليل بارد هذا النظام لديه الوسائل حتى لا يسقط فالجيش معه والحرس الثوري معه وكل المؤسسة الدينية معه ولديه ما يكفي من المال لخمس سنوات حتى لو ضغطته هذه العقوبات وفيما رأى محللون أن إيران استعدت ولا تزال منذ فترة لاقتصاد حرب أشار آخرون إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تكسر موقفها بشأن البرنامج النووي ولن تدفعها إلى تغيير سياستها في المنطقة ورد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري على تصريحات الوزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو وقال فيها أن يدي قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ملتختان بالدماء اللواء جعفري قال لبومبيو تصريحاتك مضحكة وذليل عجز وإفلاس وسأله هل تعتقد حقا أن دولة متورطة في سفك دماء الشعبين اليمني والبحريني كالسعودية تحارب الإرهاب جعفري قال أن الجميع يعلم أن حنكة سليماني هي التي طهرت الأراضي الإسلامية من عملاء واشنطن الإرهابيين والتكفريين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة المصرية ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر صحيفة اليوم السابع نقلت عن السيسي قوله أن على الشعوب العربية أن تبقى مدركة حقيقة ما تمر به المنطقة وعن العقوبات الأمريكية على إيران قال السيسي أن عدم الاستقرار في أي دولة من دول المنطقة يؤثر فيها جميعا وصل وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في مؤتمر النقل الدولي كاتس استقبل بالعصف ورقص الصيوف إضافة إلى قرعة طبول والأغاني الفلكلورية القناة الثانية عشر الإسرائيلية أكدت أن كاتس زار مدينة نزوة العاصمة السابقة لعمان وشارك مصدفيه الرقص بالسيف ومن المقرر يعرض الوزير الإسرائيلي أمام المؤتمر الدولي مشروع خط سكك حديد يربط الخليج بتل أبيب تحت اسم قطار السلام أعلن مسؤول الإعلام في الجبهات الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا أن دمشق اتخذت قرارا بعودة الفلسطينيين إلى مخيم اليارموك وفي تصريحات للميادين قال رجا أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أبلغ الجبهة قرارا سوريا رسميا بعودة أهل اليارموك الذين هجرهم الإرهاب إلى مخيمهم وأشار إلى أن المخيم أصيب بأضرار بالغة وأن أجزاء منهم مدمرة بالكامل فيما ستجري العودة عبر خطوات منظمة رجا وصف القرار السوري بالمهم لافدا إلى أنه سيبعث الراحة في صفوف الفلسطينيين عموما وأبناء اليارموك خصوصا نحن باتصالنا بالدكتور فيصل مقداد أيضا للوقوف على حيثيات هذا القرار قال للميادين بأن هذا القرار فعلا قد اتخذ وبأن هناك رغبة من الحكومة السورية بأن يتم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل المخيم وجاء هذا القرار بعد مشاورات كثيرة ضمن جهات أمنية وسياسية من أجل اتخاذ هذا القرار وطبعا بالنسبة لدماشق ليس فقط عودة اللاجئين الفلسطينيين للمخيم لأنه كما تعلم المخيم أيضا كان فيه سوريون وبالتالي عودة جميع من كان يقطن في المخيم إلى داخل المخيم طبعا بالنسبة للإجراءات أو الخطة الموضوعة كما علمنا أيضا من أنوار رجا بأن هناك تفاصيل إجرائية بمعنى أنه ستكون هناك خطوات لا شك بأن سوريا لا تزال تحت الحرب وليس هناك من خطة شاملة لإعادة الإعمار سيكون المخيم شأنه شأن بقية المناطق التي حاولت الحكومة السورية أن تقوم بإعادة ترميم البناء التحتية بما يسمح بعودة الأهالي وهذا جهد ستتخذه محافظة دماشق بحسب ما قال لنا الدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية وبأن هناك أيضا إجراءات لجهة أيضا جهد لجهة إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المجموعة المصلحة وخاصة داعش الذي كان يستقر في المخيم قبل تحريره من قبل الجيش السوري والحلفاء أشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل تقرير أممي عن وجود 200 مقبرة جماعية في العراق لمن قتلهم داعش أهلا بكم من جديد يواصل الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تجديد النصفية للكونغرس بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب أحدث استطلاعات الرأي أظهر تصدر الديمقراطيين انتخابات مجلس النواب فيما يرجح احتفاظ الجمهوريين بالأكسرية في مجلس الشيوخ والآن إلى دكتور منذر سورايمان مدير مكتب الميادين في واشنطن لنعرف منك كيف تسير عملية انتخاب الأمريكيين هل هناك حماسة لدى الأمريكيين التحشيد كان قويا جدا من قبل الجميع قبل هذا اليوم وأمل الديمقراطيين بتحقيق الأكثرية في مجلس النواب إنما طبعا لن نتحدث عن الأرقام الآن دكتور منذر ربما باكرا ما زال مبكرا الحديث عن أرقام ولكن بالنسبة للأجواء العامة لهذا اليوم وللغاية الآن كيف يمكن أن نصفها يعني يمكن من تسريب للبيت الأبيض لأحد الصحفيين تعليقا على مسار الانتخابات حتى الآن يقول لا تقولوا أن هناك إقبال فقط من الحزب الديمقراطي هناك إقبال من الحزبين يعني يجب أن تعترفوا أن الإقبال هو من الحزبين وتأكيد على أن جولة الرئيس ترامب الانتخابية أدت إلى تحريك وتحميس القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري وبالتالي هناك جرعة تفاؤل وحذر ولكن مع حذر من قبل الحزب الجمهوري ومن قبل البيت الأبيض بأن الإقبال على الانتخابات لا يجب وصفه من جهة واحدة طبيعة هذه الانتخابات أنها انتخابات نصفية ولكن ترتدي طابعا رئاسيا وكان ملفت أن أحدى كبريات الصحف الأمريكية الواشتون تايمز وضعت عنوانا لافتا للانتخابات اليوم عندما قالت أن ترامب مقابل المقاومة وكلمة المقاومة هنا لها معنى خاص يتعلق بمقاومة ترامب منذ مجيء للرئاسة كانت هناك أكبر تظاهر نسائية في تاريخ الولايات المتحدة حول رفضا له وخاصة من قبل النساء واعتبر أن الاشتباك أيضا تقول The clash is on يعني الاشتباك بوشير أو بدأ هذا يعني أنه بالفعل هذه الانتخابات تأخذ طابعا خاصا وطابعا شخصانيا إلى حد ما لدخول ترامب بشكل طاغ حتى بعيدا عن حزبه يعني لم يترك المجال لأي من رموز الحزب سوى نائب الرئيس بشكل ثانوي وبالمقابل استنجد الحزب الديمقراطي بأوباما الرئيس السابق لكي يحدث عملية التوازن إذن نحن أمام وضع مفصلي فيما يتعلق في مستقبل وجهة الولايات المتحدة سيكون لهذه الانتخابات النصفية موقعها وموقفها وقرارها تجاه ما تبقى من عهد ترامب وما يمكن أن يحصل في الانتخابات الرئاسية القادمة شكرا لك دكتور مدر سلامان نحن سنكون في متابعة لنتائج صدور النتائج تيلة هذه الليلة الهامة كما قلت من هذه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية معك ومع الزملاء ومع المحللين شكرا جزيلا لك توصل القوات العراقية المشتركة والحجد الشعبي دورياتها على الحدود الغربية مع السورية لتأمينها تحسبا لهجمات محتملة لداعش وانتشرت كتيبتان من الجيش العراقي على طول الحدود مع مقاتلين من الحجد الشعبي في عمليات مشتركة هدفها حماية الحدود العراقية من مسلح داعش الذين تقدموا في الجانب السوري المقابل بعد معارك مع قوات سوريا الديمقراطية ونبقى أيضا في العراق حيث كشف تقرير للأمم المتحدة وجود أكثر من مئتي مقبرة جماعية تضم الألاف من رفات عراقيين قتلهم تنظيم داعش خلال فترة سيطرته بين عامي 2014 و2017 التقرير أشار إلى أن هذه المقابر تحتوي على أدلة قد تساعد على تحديد هوية أصحاب الروفات من أجل إعادتها إلى أسرها وتقع المقابر الجماعية التي وثقها التقرير في محافظات نينا ووكاركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجود أكثر من مئتي موقع للمقابر الجماعية في محافظات نينا وكاركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد إلا أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير في حين أن من الصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر فإن أصغر موقع في غرب الموصل يحتوي على ثماني جثث بينما يعتقد أن أكبرها هو موقع فجوة الخسفة جنوب الموصل والذي قد يضم الآلاف إن الأدلة التي تجمع من هذه المواقع ستكون محورية في ضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات تتسم بالمصداقية ووفقاً للمعايير الدولية لأصول المحاكمات استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب طفلان في قصف صاروخي سعودي على منطقة طلان في مدرية حيدان بمحافظة سعدة القصف الصاروخي والمدفعي استهدف المواطنين في مدريتي منبه ورازح الحدوديتين في المقابل أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرتهم بالكامل على مدرية جبن في محافظة الضالع يمنياً أيضاً أكد رئيس الرجل السورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني يؤمن بأن ما وصفه بقوى الغزو لن تستطيع أنهاء المعركة في اليمن بالرغم من تصعيدها المتواصل في الساحل الغربي وغيرها من الجبهات على حد تعبيره وفي لقاء تشوري للمبادرات والمكونات الشبابية بصنعاء أشر الحوثي إلى أن الحوار هو الحلو الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة ويجب ألا يكون مع الرئيس هادي ومن وصفهم بمرتزقته عقد اللقاء بمشاركة مئتي شاب يمني من أصحاب المبادرات والحكومات والبرلمانات الشبابية من مختلف المحافظات اليمنية نهاية المطاف ستأولون إلى الحوار ونحن مرحلون بالحوار منذ البداية لكن الحوار الغير المجدي هو الحوار مع هادي ومرتزقته لأنهم ليسوا أصحاب القرار يأتي أهمية اللقاء التشاوري في هذه الفترة بالذات وفترة العدوان أن الشباب يقدمون رسالة للعالم بأن شباب اليمن متوحدون كل الكيانات والطوائف متوحدون في ظل جمهورية يمنية واحدة يرفضون العدوان نعم للسلام نعم للحوار المشرف لا للقتل ولا للدمر جئنا في هذا التوقيت لأنه للأمانة نحن نعاني من أزمة خانقة والعمل التطوعي لا يوجد له أي أسس أو قواعد نمشي عليها فهذا المكان الاجتماعي اليوم سيكون فيه أسس وآلية أنه العمل التطوعي سواء كلا للمنظمات أو المبادرات ضمن إطار محدد ومعين وآلية تحكم العمل التطوعي مات أمل اليمن حملة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حزنا على وفاة الطفلة اليمنية أمل حسين التي قضت بسبب الجوع ونقص العلاج وهزت صورتها العالم لن ترتدي فستانها الوردية بعد اليوم ولن تمسك أطرافه بيديها النحلتين لترقص وتتمايل ببراءة فجسدها النحل لم يعد أسير هذا السرير الذي تفوح منه رائحة الموت فأمل التي عرفها العالم هزيلة تألقت أخيرا وارتقت مثل النجوم وحلقت بعيدا تاركة يمنا في الهموم والفقر والحرب يتمزق تبكي مريم ابنتها وتندب الوقت الذي غدرها وخطف منها الأمل كانت تحتاج إلى نصف ساعة فقط لتصل إلى مركز يعنى بالأطفال في مدرية أسلم في حجة اليمنية حملت الأم أملها عند الخامسة فجرا وركضت تحت زخات المطر إلا أن طريق ابنة السنوات السبع كان قصيرا أرجع أباها خلاص انتهى انتهى أبو كانت سلف لها كفا ودفنوها وقالت لها خلاص انتهى أمل علي بعد من انتهى أمالي خلاص يعني كان أحبها يعني فأنا أقفلها مريضا والله يعني نبدأ صحولها جمعة أي حاجات سبقها فأجيبوا لها كانت محبوبته المدللة والأقرب إلى قلبه بين أولاده الثلاثة يقول والد أمل الذي كان يفعل المستحيل لتوفير حاجاتها إلا أن وردته ذبلت ودفنت تحت هذا التراب الذي وإن طال الزمن سيزهر آمالا في أطفال يتساقطون كما تتساقط أوراق الخريف عشر حالات إلى الآن سوء تغذية حاد وخيم من الأطفال تتساقط عشرات من الأطفال مصابين بأمراض ومضاعفات طبية لا يجدون قيمة الإسعاف كأوراق الشجر يتساقط أطفال اليمن على أرض تنبعث منها رائحة البارود والموت وتحاصرها بوارج وطائرات ويخنقها خذلان عربي وعالمي وبالتوازي يستعد مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينيون لإطلاق حملة تضامن إلكترونية مع اليمن هدف الحملة تأكيد التضامن مع الشعب اليمني ودعم صموده في مواجهة العدوان كما دعم هذا الشعب فلسطين وثورتها طويلا ملاك خالد أهلا بكم خلال الساعات التي تلت انتشار صورة الطفلة أمال حسين التي توفيت وهي جائعة في اليمن توفق العشرات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينيين على أن تكون الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ساعة الصفر لإطلاق حملة إلكترونية تضامنية مع اليمن واسمها من فلسطين هنا اليمن ورشة النقاش والأعداد للحملة مستمرة على مدار الساعة بين المشاركين من حول العالم البعض وثق لمخطات بارزة في تاريخ العلاقة بين الشعبين ولسيما للدور اليمني في تدريب مقاتلي ثورة الفلسطينية كذلك ذكر البعض بشهداء اليمن على أرض فلسطين وبينهم رفقاء شهيد دلال المغربي في عملية كمال عدوان الشهيرة التي أوجعت الاحتلال وهما شهيد عبد الرؤوف عبد السلام علي ومحمد حسين الشمري كذلك نشرت منصقات يمنية قديمة تدعم ثورة الشعب الفلسطيني كثر حيوا ثبات اليمنيين على دعمهم لفلسطين في كل الظروف وتحت القصف والحصار نشرين صورا للتظاهرات الضخمة التي لم تنقطع يوما عن شوارع اليمن دعما لفلسطين ورفضا لحصار غزة وهناك من استخدم وسم الحملة لنشر إحصاءات عن الحرب المستمرة على اليمن وما تسببت به من كوارثة على المستوى الإنساني والحياة اليومية إضافة إلى التدمير الكبير الذي لحق بالبنى التحتية ومقدرات الحياة في كل البلاد فيما ذكر آخرون بضرورة محاسبة كل من تأمر على الشعب اليمني من دول التحالف ودع البعض إلى مقاطعة البضاء السعودية كرد على العدوان على اليمن الوسم ينتشر بسرعة كبيرة حتى قبل انطلاق الحملة في موعدها المحدد والنقاشات حول الهدف والمقترحات وما يمكن فعله في الفضاء الإلكتروني لا تتوقف وقد بدأت أصداء هذه الحملة تصل إلى اليمنيين كما يظهر في هذه التغريدة التي نقرأ فيها ما خاب الظن بكم من يدخل على هاشتاج من فلسطين هنا اليمن يصدم الحملة لم تبدأ بعد ونرى تفاعل رهيب على الهاشتاج ونؤكد أن فلسطين ستبقى هي قضيتنا الأولى موضوع اللجوء بعيدا عن الحروب والقمع يحتل حيزا كبيرا في الانتجات السينمائية والوثائقية وهو يحضر الآن في فيلم صور متحركة من إنتاج منظمة أطباء بلا حدود بهدف إيصال رسائل إنسانية وسياسية وأخلاقية الفيلم القصير آسف لأنني غارقت من إعداد استيديو كواكب في بيروت وإنتاج منظمة أطباء بلا حدود يحكي قصة رسالة وجدة مع جثة لاجئ مجهول في البحر ومن ثم تتطور الوقائع المأخوذة من الرسالة لتتحدث عن مأساة اللاجئين عبر البحر رسالة الغريق تتوجه إلى والدته وهو حين يخبرها أنه غرق يطلب إليها أن تعذره وتغفر له لأنه لم يحقق حلمه ومتطلبات عائلته أنا آسف يا أمي لأن الحرب حلت وكان لابد لي أن أسافر كغيري من البشر الفيلم يتحول التصاعديا إلى بيان لإدانة ما يتعرض له المهاجرون عبر البحر ولسيما من خلال القوانين والإجراءات التي تحول دون حصولهم على حق كفلته الموثيق الدولية ويسعد الفيلم معاناة الغريق كمثال عما عنه آلاف اللاجئين إلى أوروبا عبر البحر منظمة أطباء بلا حدود تريد من خلال الشريط إيصال رسالة تدين فيها كيفية تحول السياسة إلى أولوية للدول وإهمال الجوانب الأخلاقية والإنسانية والقانونية للاجئين والآن إلى علاوين النشر الرئيس التونسي يرفض التعديلات الوزرية التي أجرها رئيس الحكومة ونداء تونس تعد خطوة الشهد انقلابا على الرئاسة طهران تؤكد أن العقوبات الأمريكية تسدف الشعب الإيراني ومعظم دول العالم ترفضها وأنقراء تعلن عدم الالتزام بها والميادين ترصد أثار العقوبات الأمريكية على الأسواق في طهران استقرار في العملة وثبات في الأسعار وحركة الشارع هادئة المقداد للميادين يجب البدء بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم بعدما هجرهم الإرهابيون منها استطلاعات الرأي في الانتخابات النصفية الأمريكية تظهر تقدم ديمقراطيين في مجلس النواب والجمهوريين في مجلس الشيوخ للمزيد من الأخبار التقارير ممكن لكم زالت موقع الميادين الإلكتروني بالغطية العربية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة